تحليل السوق من حيث التحليل الرباعي سوات العملاء المنافسون وذلك نتكلم عن التحليل الرباعي اللي هو سوات لابد أن ننظر إلى نقاط القوة ونقاط الضحف فنقاط القوة لابد أن نعرف هل الخصائص والصفات والأشياء التي تميز بها المشروع المستقبلي لي أنا قوة أو تعتبر ضعف لا سمح الله إذا كانت قوة إذن أنا في تحليل السوق لازلت في الجزء الإيجابي أو الجزء المضمون وإذا كانت ضعف إذن لابد من تعديلها من حيث الفرص هي مجمل الطورات المستقبلية التي ستؤثر إيجابا عن المشروع مستقبلا هل عندي فرصة مستقبلية أني راح أقدم شيء مميز أو عندي تحديات أنه لا يمكن أن تحديل المستقبلا وتؤثر سلبا عن المشروع يعني لا أستطيع أن ننفذ وذلك لابد من تحليل السوق يوضح لي نقاط قوتي ونقاط ضعفي وتلك الفرص التي قد أمتلكها وتلك التحديات التي قد تكون عائق في تنفيذي لأعمالي طبعا لما تكلم عن تحليل رباعي سوات هو نتيجة المفاضة لتعليل السوق بين مجموعة المشروعات المستقبلية التي تحظى بأولوية خاصة تضع بين رائد الأعمال المعطيات التالية بمعنى أن لازم يكون عندك مجموعة من معطيات أولا عدد محدد من المشروعات التي تم إعطائها الأولية الأولية بمعنى أن يكون عندك أولوية لتلك المشروعات هل هذا المشروع هو أفضل أو المشروع الآخر أو الآخر لازم يكون عندك محددات الثاني نقاط قوة لكل مشروع يعني نقاط قوة كنت في مشروعك الفلاني أو المشروع الآخر أو المشروع المنافسين فيه نقاط القوة الثالث نقاط الضعف خاصة بكل مشروع ما هي نقاط الضعف وكيف لي أن أستفيد من نقاط تلك الضعف بتحويلها إلى نقاط قوة الفرص الخاصة بكل مشروع وما هي تلك الفرص التي قد تكون أعلى أو قد تكون أقل التهديدات الخاصة بكل مشروع وما هي تلك المشاريع الأقل تهديداتا أو التي تعتبر في نظرنا يعني التهديدات مستوها صفر مستوات التفاضل من حيث المشروع الواحد ومن حيث مجموعة المشاريع من حيث المشروع الواحد هل عندك مشروع واحد من حيث التقييم السابق من حيث ما هي الأولية من حيث إعداد المشاريع نقاط القوة، نقاط الضعف، فرص وتهديدات أو هناك ما يسمى مجموعة المشاريع كذلك عن طريق الخمس النقاط السابقة العملاء لاختيار قطاع العملاء المناسب من السوق من المهم أن تتوفر فيه الخاصات التالية إمكانية القياس لازم يكون فعلاً عملاء يستطيع نقيسهم احتياجاتهم، عاداتهم، تقاليدهم، عددهم، الجنس، المستوى الثقافي لازم تقاس هذه كاملة، لازم أستطيع أن أقيس هؤلاء العملاء حجم السوق، كم حجم السوق عندي؟ كم حجم السوق العملاء الموجود عندي؟ هل حجمه كبير أو قليل أو متوسط؟ إمكانية الوصول للسوق، هل أستطيع أن أصل لهم؟ وما هي تلك الإمكانية المتاحة لي؟ تجاوب السوق معي كذلك هل هناك تجاوب أو غير تجاوب كذلك تجانس السوق من حيث المطلبات ومن حيث تقييم أدائي أو تميسمة بتنفيذ الأعمال المنافسون من المهم لرائد الأعمال أن يحلل المنافسة في السوق الذي سيدخل من فواية تحليل المنافسة تحليل المنافسين، تقييم نقاط القوة وضعف سد الفجوة المناسبة ومعرفة مجالة التمييز المرتقبة هناك مجموعة من الخطوات لتحليل المنافسة من هم المنافسون وتحليل المنافسين؟ من هم المنافسون في تقديم الخدمة؟ في تقديم أو ما يسمى تقديم تلك السلع إلى آخره؟ كذلك ما يسمى بتحليل المنافسين، لابد أن يكون عندي مقدرة في عملية تحليل المنافسين قوتهم، ضعفهم، الفرص التي يمتلكونها، كذلك ما يسمى الضعف الذي قد يكون لديهم إلى آخره تحليل الفرص والتحديات، تحليل الفرص والتحديات يتعلق بالمنافسين ومدى قدرتهم للتعامل مع هذه الفرص والتحديات ويكون ذلك بإدراج هذه الفرص والتحديات المحتملة ومدى تأثيرها على المشروع وعلى المنافسين وبذلك كلما كان عندنا تحليل لهذه الفرص وهذه التحديات، كلما كان عندنا فعلا قوة في عملية تنفيذ أعمالنا بالطريقة الصحية وتحديد أين المشروع الناجح، أين قوة المنافسين، أين العملاء إلى آخره تحليل وضع مقارنة بالمنافسين، عند الانتهاء من تحليل المنافسين يتم المرور مرة أخرى على العوامل السابقة والتحليل الذي تم إجراءه هو مقارنة بالمنافسين، أي المرور على العوامل الخاصة بتحليل القوة والضعف تحديد الحصة السوقية، تحديد الحصة السوقية نصيب المنشأة أو نسبة مبيعاتها إلى مبيعاتها الإجمالية في السوق المحدة ويساعد تحديد الحصة السوقية معرفة موقف المبيعات مقارنة بالمنافسين بالسوق بمعنى أنا فين في السوق هل أنا قوي في السوق هل عندي حصة سوقية عالية جدا هل الحصة السوقية الموجودة عندي منخفضة هل المنافسين الموجودين عندي فعلا لهم حصة سوقية قوية جدا أو حصة سوقية قليلة لازم يكون عندي نوعا من المقارنات لازم يكون عندي نوعا من عديد ما يسمى وضعية السوق والمنافسين وتلك النسب وإلى آخره